بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نارضي جماعة نتكلم مع بعض عن وصفة مهمة جدا. لعلاج اه حب الشباب وعلاج الكلف. وعلاج الاشري اللي بيكون موجود في البشرة. والبقعة الحمراء. بقعة السوداء. اه بفضل الله تعالى وصفة مجربة. اه من اقوى الوصفات اللي احنا استخدمناها. غير مكلفة. وما بيدخلش فيها اي شيء غير طبيعي. كلها كونات طبيعية وسهلة وبسيطة جدا. هتجيبها اه من عند الاضطار. وان شاء الله تلاقي نتيجة كويسة جدا. الحاجة المهمة اللي احنا عايزين ننبه عليها طبعا ان معظم المشاكل اللي بتتمثل الحب الشباب. اه دايما بيكون موجودة عند الناس اللي هي عندها اه بشرتها دهنية. طبيعة البشرة الدهنية. طبعا يعني موضوع ان البشرة الدهنية ده ده بتكون طبيعة توقع طبيعة بشرتك كده ربنا خلقك بالشكل ده كده. فطبعا الحاجة المهمة جدا يا جماعة ان انت الناس بتروح تشتري كريمات ويمراهم وزيوت وحاجات زي كده تصديمها على البشرة الدهنية. من اخطر الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك انك تستخدم زيوت او كريمات على البشرة الدهنية لان اساسا هي كده كده بشرتك طول النهار وهي بتفرز وبتطلع دهون. فادها هي مش نقصة دهون. تدها زيوت وحاجات زي كده. الجلد بتشربها. وبعد كده يبدأ يطلعها لك تاني. ده فضلا عن الزيوت اللي اساسا بتنتج عن عن طبيعة البشرة اللي بتفرزها البشرة. فبتقفل المسام. قفلت المسام ما تبدأ تعملك بقى كلان وتعملك هرش وتعملك بقى حمرة وتعملك حبوب وحاجات زي كده. هتحس ان المشكلة بتزيد معاك. طيب احنا نتعامل مع البشرة الدهونية ازاي. نتعامل مع البشرة الدهونية ازاي. اول حاجة كده الدهونية ما بتحتاجش مرتبط بها انها ترتب نفسها بنفسها. لكن انت كل اللي عليك انك هتجيب يعني حاجة اسمها صبونة اسمها كابريتاج بتيجي من الصيدلية. اي صبونة فيها كابريت هتستخدمها من ثلاثة لاربع مرات يوميا ده في فصل الصيف يعني. انما في الشتة ممكن تستخدمها مرتين يوميا عشان مفيش حر وكده. والبشرة ما بتفرزش دهون بالشكل اللي هو ايه الكبير. طيب يبقى الصبونة اللي اسمها كابريتاج ديت بتنظف البشرة تماما ما بتخليش فيه اي دهون فيه على البشرة على الجلد. وبالتالي البشرة بتبدأ انها تكون المسامة مفتوحة وبتاخد التهوية بتاعتها بشكل كويس وبتطلع العرق بشكل كويس. اه وبالتالي ما بيحصلش فيه اي ما تحسل ما فيش حبوه. وتلاقيها هادية معاك تماما بفضل الله. كمان من الحاجات اللي هي اللي عايزيني ننبه عليها يعني عشان خطر توصل النتيجة اه مهمة. اول حاجة ارتداء الملابس الضيقة. الناس اللي بتلبس ملابس ضيقة وبشرتها حساسة. والدهنية بالاخص. اه ما ينفعش. ده هتعمل لك هرش وهتعمل لك تهيج في الجلد. وبالتالي هتحس ان انت بيطلع لك حبوب وحاجات زي كده في الجلد. يبقى ما نلبس الملابس الضيقة اللي هي بتعمل احتكاك مع الجلد. تعمل احتكاك مع الجلد. ده هتعمل لك احتكاك نفسك طول النهار وانت اعمال حس ان انت جسمك بيأكلك. طيب ايه كمان ارتداء الملابس القطنية. ما تلبسش غير الملابس القطنية وبقى نلبس الملابس واسعة وقطنية. يعني ما تلزقش في الجلد وفي نفس التوقيت بيكون ملابس قطنية صوفية. يعني ما ينفعش تلبس اي حاجة على جسمك مباشرة فيها بوليستر. تمام? لانها برضو هتعمل لك مشكلة. لكن الملابس القطنية بتكون طريقة جدا على الجلد. وما بتخليش الجلد انه يتحسس او يتحيق. الحاجة اللي بعد كده انك لازم الاغتسال كل يوم. خاصة لو عرقت. يعني لو انت حسيت انك عرقان. لازم تخش تستحمى. ليه? عشان تنزل العرق اللي على الجلد. والقافر المسام ده. وبالتالي الجلد والجسم ياخد التهوية بتاعته بشكل طبيعي. الكلام ده طبعا انت يعني ايه? اش هتسمعه من حد تاني. يعني ده كله مجرب. والحمد لله يعني وصفنا للناس كتيرة وجاب نتائج حقلة. طيب الوصفة اللي احنا بنقدمها النهاردة بقى للناس اللي عندها مشاكل. اه حبوب شباب وحاجات زي كده وغلبت وراحت واشترت وكلمات غالية ومراهم اه بقى صار اه كتيرة جدا وتاهت وما فيش فايدة. انا بقدم لك وصفة بفضل الله تعالى الغرض منها ان انا ده حاجة اسمها عشبة مر البطارخ. عشبة اسمها ايه? مر البطارخ. عشان الناس بتقول تسهل كتير وتقول لك ايه مر البطارخ ده? هتروح عندي عضطار كبير اي عضطار يكون مشهور شوية. وتقول له انا عايز مر بطارخ. هو غالي شوية يعني الكيلو منه بيعمل حوالي 800 او 900 جنيه. بس انت مش هتشتري كيلو يعني هتشترك ب30 جنيه مسلا. ايه الهتة اللي انت شايفها دي انا مش ترى بشرين جنيه صغيرة دي. بس مر البطارخ ده علاج لحاجات كتير جدا مش هنتكلم عليه غير ان احنا نتكلم على كعلاج لي مشاكل البشرة فقط لا غير. بعد كده هتاخد حتة تكسرها وتطحانها في الكبقة بتاعت الخلاط. هتطلع بالشكل اللي هو زي ما انتم شايفين كده في الطبق ده. ده مطحون مر البطارخ تمام? طيب هنخلط الخلطة بحاجة من الاتنين دون. اما بالعسل نحل. العسل نحل طبيعي يكون جايبه انت من عند اي حد موسوك فيه. اه 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 بلاش العسل النحل اللي بيكون مكتوب عليه اسماء شركات وحاجات زي كده لانه غالبا تسعة وتسعين في المية بيكون مخشوش. فتشوف حد يكون صديق او حد مكرر بيكون امين. وهاتمنه عسل نحل يكون اصلي عشان خاطر تضمن ان العسل طبعا يكون اه الفوائد بتاعته موجودة فيه وما يكونش مضير. طيب الا ما توفر العسل هتجيب حاجة اسمها اه حليب بوز الهند. اه مش الحليب اللي هو البيور اللي هو اللي احنا بروح نشتري من من السادلاء من العطار حتى نشربه في حليب بيور بتشرب. لا. ده اللي هو الحليب قتليه مكتوب عليه بالكولاجين. بص حضرتك. عامل ازاي? ده من اكوى المرتبات على مستوى العالم. بص 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 بص. عامل ازاي? عامل ايشتة. عامل ايشتة؟ عامل ايشتة بالزبط. مفهوش لا في دهون ولا في زيوت. حاجة طبيعية ومن اكوى المرتبات على مستوى العالم. ده. مرتب وملطف لجلد وما يستهبش دهون ولا هي حاجة لو واحد بشرته اه 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 عنده شفاف مشققه الناس اللي بتعاني من 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 شققه والشفاف والجلد الشفه دايما بيشقق او جاف استخدم ده اكسم بالله العليه العظيم سحر طيب يبقى احنا عندنا التركتين عشان نخرط بهم احنا نستخدم هو حليب جوز الهند اما نستخدم العسل فيه خلط المكون اللي هو مر البطاريخ زي ما حضراتكم شايفين اهو ده اخد شوية عسل طبعا انا الكلام ده كله انا مش محتاجه بس طبعا عشان نشوف الخلطة مع بعضين وهتبدأ تخلطها كويس عسل نحل مع اه مطحون مر البطاريخ هتخلطها كويس بالمعلاء طبعا عشان ما نطولش في الفيديو هو الفكرة انا هقولك بس الاستخدام زي بعد ما تخلطها كويس والمحتوى يكون مخلوط ببعضه وياريتك تكون مجهز مسلا علبة كريم يكون فضية وتكون غسلها بالخل ومعكمها كويس عشان خاطرته بعد ما تعمل المحتوى تقفلها وتحطها في في التلاجة عشان الاستخدام يعني ده يكون افضل يعني تسيباش مكشوفة عشان طبعا اي حاجة في التلاجة بنحطها مكشوفة تلاقي كل حاجة في التلاجة بتاخد من بعضها بتلقط من بعضها هتخلطها بالشكل اللي انت شايفه ده كده هتعمل معاك اه المنظر لانت شايفه ده كده عامل زي العجيم بس سود يعني ماشي كده بس اتخلط هتبدأ بقى تستخدمها ازاي حضرتك اول حاجة قبل الاستخدام شوية ما يكون اه عادية خالص لا سخنة ولا بردة لكن لو في الشتاء يكون فترة ما فيش مشكلة اه وتبدأ تغسل وشك بصابونة صابونة اسمها كبريتاج انا قلت الناس اللي هي عندها مشاكل في البشرة اه البشرة الدونية خاصة استخدم صابونة اسمها صابونة كبريتاج هتستخدمها يعني اه تلات اربعة خمس مرات في اليوم زي ما قلنا بحيث تنظف البشرة بتاعتك تماما من الرهون وتفتح المسام وتخلي المسام بتاخد الهو بتاعها الطبيعي ما انصحش باستخدام الكريمات ما انصحش باستخدام الميكوب والحاجات اللي بتضمر البشرة اكسم بالله بتضمر البشرة وبنا خلق بطبيعة بشرتك اتعامل معها زي ما هي عايزة زي ما طبيعة بشرتك عايزة ما ترغيش تحط كريمات وزيوت وانت بشرتك وبعد كده تيجي اخرى نور تقول تلالي حبوب ما هو طبيعي ما انت اللي بهدلت نفسك هتستخدم المحتوى رزعي هتاخد وتحط وتعمل منه ماسك تعمل ماسك عالوجه هتعمل ماسك عالوجه يطبق مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل او لو ما امكانش يعني تستخدمه مرتين كفاية مرة واحدة تستخدمها ويكون الاستخدام يعني مدة ساعتين بالليل نغسل البشرة كويس جدا ونضافها ويفضل انك يعني تستحمى قبل ما تستخدمها لو كنت اتعرضت العرق او حاجة زي كده وحاس ان جزمك فيه كلام بسيط او هرش وبعد كده تروح جاي حاطط اللي هو الوصفة دي المطحون مر بالطارخ مع العسل ويتحطها على وشك مدة ساعتين باذن الله تعالى هتبدأ من خامس يوم بالضبط تحس وتلاقي نتيجة جميلة جدا وانا مش عايز منك دار انك تدعيلي دي حاجة الحاجة التانية لو استفدت من الوصفة او حسيت ان الكلام ده مفيد شارك الخير ده والفيديو ده للناس كلها وادعمنا بلايك وكمنت واشترك في قناتنا عشان يوصلك من هنا كل جديد اتمنى يا رب يكون وصلت لكم معلومة مفيدة وجديدة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة